موسيقى السلام عليكم نشرة الأخبار نبدأها بالعنوين موسيقى مظاهرة حاشدة من أهالي الصبحة بيدير الزور احتجاجا على اختطاف قسد بمساعدة الاحتلال الأمريكي امرأة وزوجها ومطالبات بالإفراج عنهم موسيقى الجيش اليمنى استعدوا لإعادة فتح الطريق بين محافظتي صنعاء والحديدة بعد انسحاب مرتزقة العدوان السعودي من عشرات المواقع موسيقى ووسط تصاعد أزبة اللاجئين على حدود بيلاروس بريطانيا ترسل عسكريين إلى بولندا لمساعدتها في إغلاق المنافذ أمامهم موسيقى موسيقى أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد في إدلب نفذت تسعة تداءات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وذكر اللواء البحري فاديم كوليت عن مركز التنسيق الروسي في حميميم إنه تم تسجيل تسع عمليات إطلاق نار من مواقع تنظيم النصر الإرهابي في منطقة إدلب لخفض التصعيد من بينها خمس في محافظة حلب وأربع في محافظة إدلب اندلعت اشتباكاتهم متقطعة بين المجموعات الإرهابية المدعومة من قوات الاحتلال التركي في عفرين أقصى الشمال الغربي لمحافظة حلب الاقتتال الذي بدأ بين إرهابي ما يسمى بلواء الغاب من جهة وفرقة الحمزة من جهته أخرى امتد إلى أطراف قرية معراتة وسط أنباء عن اعتقالات متبادلة وسقوط قتلى وجرح من الطرفين ويأتي الاقتتال بعد يوم من اشتباكات أعنف في قرية جلقان بناحية جنديرس وفي السياق ذاته اندلع اقتتال بين مرتزقة أنقرة في قرية ميدانكي من ناحية معبطلي وذلك ضمن التناحر الدائم حول السيطرة على المعابر الحدودية غير الشرعية لتهريب الأشخاص والمحاصيل الزراعية والمسروقات إلى الأراضي التركية جدد سلاح الجو السوري والروسي استهداف فلول داعش في البادية السورية لتنفذ المقاتلات عشرات الضربات الجوية الدقيقة بحسب مصادر ميدانية أذى وتركزت الضربات الجوية التي زاد عددها عن أربعين صباحاً على مثلث حلب حمار رقة ضمن البادية بالإضافة إلى باديتي إثرية وتدمر بالمقابل تواصل وحدات الجيش السوري عمليات التمشيط لملاحقة فلول التنظيم وتطويق تحركات إرهابيه ضمن الطرق الترابية بعد رصدها خرجت مظاهرة حاشدة من أبناء قرية الصبحة بريف دير الزور الغربي ضد بيليشيا قسد والاحتلال الأمريكي إثر اعتقالهما سيدة وزوجها وقطع المتظاهرون الطريق العام للبلدة بالإطارات المشتعلة احتجاجاً وطالبوا بالإفراج المباشر عن المعتقلين تشهد محافظة الحسك زيادة ملحوظة بنسبة إنتاج الخبز بعد جهود حكومية مشتركة مع البنظمات الدولية ورغم إجراء صيانة شبه شاملة لمخبز الحسك الأول الذي يمد وسط المدينة بالخبز إلا أن الأهالي يطالبون برفع الجودة أسهمت الصيانات على خطوط الإنتاج لمخبز الحسكة الأول بزيادة ملحوظة بنسبة الإنتاج مع توفر مقبول للمادة وتوزيعها عبر المعتمدين وذلك بجهود حكومية مشتركة مع المنظمات الدولية ويعد مخبز الحسكة الأول المخبز الوحيد الذي يعمل على توفير الخبز لسكان وسط مدينة الحسكة ما دفع الجهات الحكومية لإجراء صيانات شبه شاملة للآلات وزيادة الإنتاج في تغيير حالة للمخبز من بعد ما تغيرت سيور التبريد والمحركات والخطوط الإنتاجية الطاقة العملية للمخبز كانت من 10 إلى 15 طون الآن طاقة الإنتاجية من 20 إلى 30 طون بشكل يومي للورديتين إنتاجنا الحمد لله ما يغالب 30 طون وشوي بشكل طبعا الورديتين خبزنا بالنسبة للوضع خبزنا حسب الطحين يجينا طحين كويس خبز كويس يجينا طحين أنا حسب الطحين الموجود عم نشتغل عدنا خط أول وثاني هذا كله جديد الحمد لله الفضل لأله وعدنا الخط الثالث طبعا كل يوم كل بالأسبوع يوم الجمعة نعمله صيانة ومع زيادة الإنتاج يطالب الأهالي بتحسين جودة الخبز وفتح منفذ بيع مباشر لفترة محدودة واستثمار تمويل المنظمات الدولية بما ينعكس على الإنتاج كما ونوعا بالنسبة لتكتيز الخبز يعني يطول ما يصل المواطن يكون يابس على ما يبس يكون تزعب نوبا يعني ما يضل أربع ساعات انتهى الخبز بنوبا نحن نريد توفير الخبز مو أكثر نحن نريد توفير الخبز هذا العالم هل هو في محرم مثلا وعد مضيع كل نار وقته تحصر أربع الخبز نحن نطلب أنه يصير بيع مباشر يصير طاغة من الفرن أنه بيع مباشر لهالناس يعني ناس قاموا تستنى خبز ما قاموا تحصر يعني رغيف ما قاموا تحصله تركز الجهود الحكومية على تحديث آلات مخبز الحسكة الأول والتخلص من الآلات القديمة المتهالكة بما يؤدي لتحديث المخبز بالكامل هو الحصول على خبز بمواصفات إنتاج جيدة أيها مرعي لقناة سما مدينة الحسكة أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق عن تدمير طيران القوة الجوية ثماني أوكار لداعش الإرهابي في جبال حمرين ضمن قاطع عمليات ديالة وفي محافظة صلاح الدين نفذت قيادة عمليات كاركوك وشرق دجلة بالحجد الشعبي عملية أمنية لملاحقة فلول داعش في قضاء آمرلي وإلى غرب العراق حيث أعلن الحجد إحباط محاولة لتفجير أحد أبراج الطاقة الكهربائية في الصحراء الغربية بمحافظة الأنبار استشهد أربعة يمنيين وأصيب الثاني أخران بقصف صاروخي ومدفعي سعودي في صعد شمال البلاد كذلك خلفت غارات العدوان التي استهدفت ليلاً العاصمة اليمنية أضراراً كبيرة في الأحياء السكنية فيما تم تدمير منازل بأكملها هذا وكانت قيادة العمليات في العدوان زعمت أنها استهدفت مقرات للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة لكن الغارات استهدفت منطقة الصيانة في مديرية الثورة شمال غرب صنعاء ومنطقة الحفى بمديرية السبعين شرق العاصمة كذلك حي ريمة حميد بمديرية سنحان وجميعها مناطق سكنية بالإضافة إلى غارات أخرى على محافظتي صعدة وعمران يستعد الجيش اليمني واللجان لإعادة فتح خط الكيلو 16 الرابط بين صنعاء والحديدة بعد انسحاب مرتزقة العدوان من مناطق عدة غرب اليمن وقالت مصادر أممية أن القوات اليمنية المشتركة دخلت سوق قرية خيلة ساحلية ومنطقة الشجيرة وقرية منصر جنوب الحديدة وذلك بعد انسحاب المرتزقة من عشرات المواقع باتجاه مديرية المخى غربية عس كذلك أكدت مصادر إعلامية أن سواحل الحديدة أصبحت تحت سيطرة القوات اليمنية المشتركة نفت روسيا صحة المزاعم عن تخطيطها لغزو أوكرانيا مشددة على أنها لا تشكل خطرا على أحد لكنها تتخذ ما يلزم لضمان أمن حدودها كذلك وصف الكرملن هذه العنوين بأنها تصعيد باطل يوم أمس صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن نشاط سفن الناتو في البحر الأسود يعد مصدر قلق للرئيس بلاديمير بوتين بالمقابل قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجير يابكوف أن وجود السفن الأمريكية في البحر الأسود هو لعبة بالنار ومحاولة لاختبار قوة روسيا أكدت الدفاع الروسية أنها أرسلت وحدة من المظليين إلى بيلاروس لإجراء التدريبات والمناورات المشتركة مع القوات البيلاروسية في منطقة جرودنو الحدودية وقالت الوزارة أن إرسال القوات يأتي كجزء من فحص مفاجئ للجاهزية القتالية للقوات الجوية كما ستشارك القوات في تدريب تكتيكي مشترك مع وحدات من القوات المسلحة البيلاروسية أرسلت وزارة الدفاع البريطانية عددا من العسكريين إلى حدود بولندا مع بيلاروس بطلب من ورسو على خلفية أزمة المهاجرين المتصاعدة من جهته قال فالنتين ريابكوف المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة أن لتوانيا وبولندا تتخذان من أزمة اللاجئين أداة لكسب الأموال من الاتحاد الأوروبي ملقية باللوم على الرئيس البيلاروسي أليكساندر لوكاشينكو تسارع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى الحديث مع الرئيس الروسي مغربة عن قلقها تجاه أزمة اللاجئين على الحدود البيلاروسية البولندية قلق ميركل ترافق مع تهديدات وزير خارجيتها بتجديد العقوبات الغربية على مينسك ما ينذر بتصاعد الأزمة مع الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي سيوسع ويشدد العقوبات المفروضة على بيلاروسيا وسنقرر ذلك يوم الاثنين المقبل سيتم معاقبة الأشخاص والشركات الذين ينخرطون في التهريب المستهدف في جميع أنحاء العالم أما بيلاروسيا فتهدد بقطع إمدادات الغاز الطبيعي عن أوروبا الرئيس أليكسندر لوكاشينكو وجه رسالة حادة مفادها بأن فرض مزيد من العقوبات على بلاده سيواجه برد مماثل زدنا كميات الغاز الطبيعي التي تضخ إلى أوروبا عبر بيلاروسيا نحن نقوم بتدفئة أوروبا وهم يهددوننا بأنهم سيغلقون الحدود معنا ماذا لو قمنا بوقف تدفق الغاز الطبيعي إلى هناك؟ تقول مينسك إن عددا من الدول الغربية تتصرف بشكل غير عقلاني حيال أزمة اللاجئين وتتساءل عن سبب نشر 15 ألف جندي أمام بكاء أطفال ونساء على الحدود مع تناسي المعايير الدولية المتعلقة باللاجئين والتلويح بالعقوبات تجاه الحكومة البيلاروسية الحوار بين الاتحاد الأوروبي ومينسك ضروري وقد يصبح مخرجا من الوضع حول اللاجئين الموجودين على حدود بيلاروس مع الاتحاد مينسك ومعها موسكو تعتبران أن أزمة اللاجئين هي نتيجة سياسات تنتهجها الدول الغربية منذ سنوات طويلة تجاه الشرق الأوسط ومحاولة هذه الدول فرض نماذجها وتشددان على ضرورة أن يتذكر الأوروبيون أسباب ترك الآلاف أوطانهم بدلا من إلقاء اللوم على الآخرين استادف انفجار لم تتبين ما هيته مسجدا في منطقة سبينغار في ولاية نينجرهار شرقية أفغانستان ما أسفر عن إصابة 12 شخصا على الأقل ووفق المعطيات الأولية رجحت مصادر أمنية أن عبوات زرعت داخل المسجد هي سبب التفجير أذا وكانت طالبان زعمت أن تنظيم داعش أصبح تحت السيطرة بعد اعتقال المئات من منتسبيه والموالين له وهو ما يبدو إعلانا غير دقيق مع توالي الهجمات لسيما أن مجلس الأمن الروسي كشف مؤخرا عن وجود أكثر من 20 تنظيما إرهابيا ينشطون في أفغانستان ويتجاوز إجمالي عدد مقاتليهم 23 ألفا أظهرت ميانات رسمية صينية أن عدد الإصابات بكورونا في مدينة داليان مستمر في النمو ما يجعل مركزا جديدا للوباء بعد أن كانت مدينة هيه بؤرة لتفشي الفيروس ورصدت السلطات الصينية أمس الخميس 52 إصابة جديدة في داليان الساحلية وقبلها كانت مدينة هيه بؤرة لانتشار الفيروس لكن إجراءات الإغلاق الصارمة أدت لاحتواء الوباء هذا وأعلنت السلطات الصحية الصينية تسجيل 98 إصابة جديدة مؤكدة في عموم الصين إلى أخبار الاقتصاد مع تيمة أتفضل تيمة مساء الخير مساء الخير مشاهدين بداية الأخبار الاقتصادية مع العنوي مصرف سوريا المركزي يرد على تقارير صحفية ويؤكد أن اعتماد سياسة سعر الصرف الثابت يهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار ووزير المالية من حمص يكشف عن النية لتعديل النظام القانوني الناظم للضرائب والرسوم خلال المرحلة القادمة أهلا بكم أوضح مصرف سوريا المركزي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أنه يتم اعتماد سياسة سعر الصرف الثابت بهدف تحقيق استقرار الأسعار وجاء ذلك في رد على تقرير نشرته صحيفة مرصد الاتحاد الأوروبي متضمنا الادعاء بأن مصرف سوريا المركزي يحصل على إرادات كبيرة كفروق أسعار من خلال شرائه الحوالات المرسلة إلى سوريا كمساعدات بسعر صرف ثابت 2500 ليرة سوريا وبحسب بيان المركزي السوري فإن أسعار الصرف تذبذبت بموجات متتالية على حين حافظت السلع الأساسية التي يتم تمويل استيرادها من عائدات الحوالات الخارجية على استقرار نسبي بأسعارها كما بيانت إدارة المركزي بأن القرارات الصادرة عنه لتنظيم تصريف الحوالات الوردة من المنظمات الدولية تحدد استخدامات القطع الأجنبي المتحصل من هذه الحوالات الوردة كمساعدات يتم استخدامها من قبل المصارف العاملة في سوريا وليس من قبل المصرف المركزي بحيث تقوم هذه المصارف ببيع حصيلة واردات القطع الأجنبي للتجار السوريين لتمويل مستوردات المواد الأساسية المتعلقة بمعيشة المواطن ولا تستخدم الحكومة السورية عائدات هذه الحوالات لتمويل عقود مؤسساتها أو تسديد التزاماتها تركز الاجتماع الموسع الذي عقده وزير المالية الدكتور كينان ياغي مع المعنيين في قطاع المالية حول الضرائب والاحتياجات التمويلية وواقع عمل الصرافات وبيّن الوزير أن أي إيراد إضافي يتم تحقيقه يتم بدعم بند الرواتب والأجور بالمرتبة الأولى حيث تم تقديم أربع منح خلال الفترة الماضية بقيمة 450 مليار ليرة سورية بهدف عرض الواقع المالي والمصرفي في حمص والاطلاع على الصعوبات والمقترحات لتحسينه عقد وزير المالية اجتماعاً مع مدراء المصارف العاملة ومدراء المراكز الحدودية وكافة العاملين بالقطاع المالي إضافة لفعاليات اقتصادية وتجارية الاجتماع تطرق لدور الوزارة في تنفيذ السياسة النقدية للمصرف المركزي بالإضافة للحديث عن القطاع المحلي الذي تأثر بشكل كبير حيث كان الناتج المحلي قبل سنوات الحرب يصير إلى 65 مليار ليرة سورية وحالياً خفض لـ 15 مليار ليرة نحن أي إيراد إضافة يتم تحقيقه بالمالية أول باب يدعم فيه هو بند الرواتب والإجور وهذا المرحلة الماضية شفناها أربع منح من السيد الرئيس الجمهوري كانوا بقيمة حوالي 450 مليار زيادة 50% حوالي ألف مليار بعض القضايا الأخرى العلاقة بالتعويضات والحوافز والمكافآت هاي نحن شغالين عليها هاي المقاربة موجودة وإعادة دراسة ما يمكن تحسينه من الرواتب والإجور بقدر الموارد المتاحة هذا مفتوح وموجود إن شاء الله يعني يكون في شيء بالمدى المنظور قريباً النظام الضريبي نحن شغالين عليها بوزارة المالية شغالين على مرحلتين أول شي تعديلت النظام القانوني النازم للضرائع بالرسوم بالمرحلة القادمة لنهاية 22 ونحن صار لعنا مسودات لقانون ضريبة عن المبيعات وقانون ضريبة الموحدة على الدخل اللي راح ينهي كلها التشابقات المالية وننتقل لمكان آخر بالنظيم الضريبة يكون أبسط وأسهل وأكثر شفاف كل شي تم ذكره اليوم كان بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين عن رجال الأعمال عن الصناعيين عن مواصفين الدولة فالاجتماع كان جيد جداً وناجح وإن شاء الله قريباً وعدنا سيد الوزير بأغلب المطالب والمقترحات اللي اقترحناها بهذا الاجتماع أنه سيتم تنفيذ اقترحات عديدة قدمت من قبل غرفة صناعة وتجارة حمص تتعلق بتعديل بعض التشريعات التي تزيد من الفرص الاستثمارية مع التأكيد على ضرورة إيجاد آلية واضحة للتصدير ووضع هيكرية إدارية جديدة للمراكز الحدودية نحن المشكلتنا الكبرى أنه نحن بحاجة إلى تشريع يلائم المرحلة السياسية اللي نحن موجودين فيها اليوم القانون 18 نحن ملزمين بأنه نعمله برومونشن أو تسويق قانون 18 هو قانون استثمار وجاذب للمستثمرين وهو قانون ممتاز فنحن على التوازع يجب أن يكون الـ 24 يوازي مقدرة الـ 18 بجذب المستثمرين حكينا طبعا شيء بتعلق بتمويل المستوردات حكينا شيء بتعلق بأصحاب المحلات التجارية والإعفاءات المالية حكينا عن شيء بتعلق بطبعا القانون الضريبة وسيد الوزير طبعا وعدنا أنه في تشريع جديد وزير المالية أكد أن هناك توجيهات مستمرة من الحكومة بهدف تحسين واقع الرواتب والأجور وهي جهود تجتمع في كافة القطاعات لتحسين الوضع الاقتصادي بكافة السبل بما ينعكس إجابا على المواطن بحثت المؤسسة السورية العامة للتجارة الخارجية وشركة صناعات زراعية غذائية اندونيسية إمكانيات التعاون في مجال استيراد سلتين من المواد الغذائية ومجالات التسويق لمنتجات الشركة إلى سوريا عن طريق القطاع الخاص وذلك في لقاء افتراضي وعقب اللقاء بينا مدير المؤسسة العامة للتجارة الخارجية شادي جوهرة أن الاجتماع انطلاقة لفتح مجالات التعاون والتأسيس لعلاقات تجارية واقتصادية مع الجانب الاندونيسي بمجال توريد الأرز وهو المنتج الأساسي لديها كونه يتميز بجودته مشيرا إلى إرسال دفتر المواصفات القياسية إلى الشركة التي تنتج مواد غذائية حتى التوصل إلى الاتفاق النهائي لشراكة تجارية توائم القوانين المتبعة في البلدين انتقدت الولايات المتحدة السلطات الضريبية للنظام السعودي وحذرت من أن النزاعات مع الشركات الأجنبية تخاطر بتثبيت الاستثمار في البلاد وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ وقالت السفارة الأمريكية في الرياض برسالة إلى وزارة الاستثمار السعودية إن العديد من الشركات متعددة الجنسيات العاملة في السعودية واجهت مشكلات ضريبية ما يدل على وجود نقص في الشفافية والاتساق والإجراءات القانونية وبحسب ما أفادت به وكالة بلومبرغ امتنعت السفارة الأمريكية عن التعليق كذلك لم تستجب مصلحة الضرائب ووزارة الاستثمار على الفور لطلبات التعليق ويأتي الضغط الأخير من الولايات المتحدة بعد سلسلة من الفواتير الكبيرة غير المتوقعة التي تم تسليمها إلى الشركات الأجنبية توقع الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول استمرار ارتفاع أسعار الغاز في حال شهدت أوروبا شتاء بارد دون زيادة في حجم الواردات إليها وقال بيرول خلال فعالية في اسطنبول إذا لم نشهد شتاء قاسيا في أوروبا وزادت روسيا من الصادرات فسنشهد انخفاضا نسبيا في الأسعار لكن من المحتمل أن تظل الأسعار مرتفعة إذا لم يزداد حجم الغاز المتدفق إلى أوروبا وكان الشتاء قاسيا أخبرنا الاقتصادية انتهت شكرا لحسن المتابعة وعودة إلى السياسة مع نزار شكرا في بلدة موريك بري في حماف تتحى مركز خدمة الرعاية الصحية الأولية والثانوية بالتشاركية مع الجمعية السورية لعلاج سرطان الأطفال والذي يخدم أكثر من 13 ألف مواطن من أهالي موريك والقرى المحيطة بها ما يخفف معاناة الأهالي من السفر إلى المدينة لتلقي العلاج بهدف التوسع في تقديم الخدمات الطبية واستمرار عمل المراكز الصحية في المناطق المحررة بري في حما تم افتتاح مركز خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية بالتشاركية مع الجمعية السورية لعلاج سرطان الأطفال ورعايتهم وذلك في مدينة موريك تم تقديم الخدمات للأخوة في موريك خدمات صحة إنجابية خدمات صحة الطفل والوقاح وخدمات داخلية عامة إضافة لأنه زادت الخدمات هنا بموضوع الليشمانية كونه الأهالي في بعض الإصابات الليشمانية كمان فيه عندنا فريق مدرب من الليشمانية إضافة لفريق جديد انضاف هو تطعيم الكوفيد الجمعية السورية لعلاج سرطان الأطفال ورعايتهم اليوم مستمرة بتقديم الدعم خلال مركز الصحي في موريك وفي حرب نفسه طبعا رح يكون في مراكز أخرى مستقبليا إن شاء الله قريبا مع مديري صحة حما هذا التعاون اللي عب بأسمر جهود كتير كبيرة بخدمة الناس والمواطنين موجودين فيها هاي المناطق المتضررة الاستمرارية هي النتيجة الأولى وهذا شيء كتير كبير أنه تم استمر الخدمات والنوطة الثانية هو التوسع اليوم من سمرة التعاون كمان فيه اللقاح بالمركز عب تقدم من خلال مديري صحة اللقاح اللي هو كوفيد 19 اللي عب تقدم للمواطنين وإقبال كبير عليه هذا عب يعطي أثر كتير كبير للمجتمع المركز يقدم الخدمات الطبية المتنوعة والإرشادات واللقاحات الدورية إضافة للتطعيم ضد فيروس كورونا والأدويات المتوفرة مجانا لأكثر من 13 ألف مواطن من أهالي مورك والقرى المحيطة بها بشكل عام نحن نستقبل المرضى من كافة الأعمار في عيادة أطفال وعيادة داخلي وعيادة نسائي منقدم خدمات تشخيصية وعلاجية نحن كمان منقدم خدمات إسعافية في حالات إسعافية عم تجينا منقدم على مقدرة اللي منقدر عليها وبعدها منحولها إذا في داعي تطلع على مشفى منحولها على المشفى تفعيل المركز مجددا يخفف من معاناة الأهالي بسفر إلى حما لتلقي العلاج كونه يقع قرب الأتستراد الدولي حما حلب تذكر بالعناوين مظاهرة حاشدة من أهالي الصبحة بريف دير الزور احتجاجا على اختطاف قسد بمساعدة الاحتلال الأمريكي امرأة وزوجها ومطالباتهم بالإفراج عنهم الجيش اليمنى يستعد لإعادة فتح الطريق بين محافظتي صنعاء والحديدة بعد انسحاب مرتزقة العدوان من عشرات المواقع ووسط تصاعد أزمة اللاجئين على حدود بيلاروس بريطانيا ترسل عسكريين إلى بولندا لمساعدتها في إغلاق المنافذ أمامهم إلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر